الساعة الخير عاملين ايه؟ يا رب يكونوا خير توقع برج الاسد لتاني اسبوع من شعر مارس 2023 وهبدأ بالجانب المهني استقرار داخل العمل وده هيخلي بعض مواليب برج الاسد يكون عندهم حب العمل اكتر وكمان هيساعد ان هم يسعوا لتحقيق اهدفهم ولكن في نصيحة مهمة قارتها وهي الابتعاد عن الاشخاص اللي بيكون سبب في التوتر طبعا لو انت او انت الكلام ليك وليك بتشوفوني هتقولي هو انا ينفع ابعد عن حد جوه الشغل اه ينفع ازاي؟ هو ده بقى السؤال هقولك ازاي ان انت تعمله حدود وانت تعمليله حدود تتكلم معاه على قد الشغل بس خصوصا الاشخاص اللي بيوتروك دايما جوه الشغل هم ليه بيوتروك؟ اقولك انا انت بتدي لكل واحد مساحة المفروض ما تدهلوش مساحة كبيرة قوي عندك وديه مش حلو هو ده سبب التوتر وانت بتديهم المساحة دي وانت عارف ان هم مش تمام فده already بنعكس عليك بالتوتر لكن في حالة ان انت تبتدي تتعامل معه مع القد وحط تحت على القد دي خطوط كتير فده هيساعدك ان انت بعد كده هتلاقي نفسك مش بتوتر منه لان التعامل قل بعد ما كانوا بيتعاملوا في حاجات زيادة قوي لا التعامل بقى في حدود الشغل وفي صميم وفي الحاجات المهمة وده هتلاقي نفسك بعد كده مفيش توتر خالص فده هيريحك وهيرياحك جدا لو فيه اشخاص جوه الشغل بيوتروك وبيوتروكي جربوا تتعاملوا بالطريقة دي وشوفوا هتفرق ولا والحياة جارب يعني وربنا يا رب يوفقكو ويقويكو يديكو الحكمة خشي بقى عالجانب العاطفي ابدأ بالعزاب ارتباط من خلال الصداقة ارتباط يعني هو مكتوبة كده ارتباط من خلال الصداقة للعزاب طيب يعني ارتباط من خلال الصداقة انا شايفها ان ارتباط من خلال الصداقة ملهاش معنى غير ان الصداقة هتتحول الارتباط لو كان مكتوب زي ما يعني لما ارى اللي هو اجتماعيات من خلال الصداقة وهتتحول الارتباط والكلام ده لا اهو مكتوب ارتباط من خلال الصداقة انا بشوف برضو ان من الحاجات الحلوة ان يكون في صداقة وتتحول الارتباط لان انتوا بتكونوا عارفين بعض مش من لسه هتعرفوا بعض انتوا بقى عارفها وعارفها بقى كل تفاصيله وعارف عيوبه ومميزاته وكذلك انت عارف عنها كل حاجة خصوصا لو الصداقة دي بقى لها كتير يعني بقى لها سنتين تلاتة مثلا فده بيوفر عليكم ان انتوا اسا تعرفوا بعض وكمان ده بيخليكم تقدروا تشوفوا انتوا مناسبين لبعض بالنسبة دي ومتوافقين والتفاهم ما بينكم رايح لحد فين فده من الحاجات الكويسة وربنا يا رب يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسبة بس برضو حابب اقول يا ريد لو انتوا خلاص خلاص داخلين في الارتباط بقى ورسمي وكده برضو ايه يعني شيقوا على حتة عيوب بعض دي فهميني احتياطي يعني واشي بقى على المتزوجين والمرتبطين مواليب برج الاسد هيكونوا في احتياج للاهتمام والحب يعني انت وانت لو انتوا مواليب برج الاسد فلازم تعرفوا ان الاسبوع ده ده المكتوب يعني ودي طاقعات الغيب ما حادش يدعرفوا ربنا احنا منسفيد الدردشة لنتفائل والفت انتباهك او انتباهك من خلال النصيحة تمام تمام يعني هتكون عندكم شعور كده ايه اللي هو بالحنين محتاجين حد يكون عطوف عليكم عايز اقول حاجة عايز اقول حاجة مهمة قوي ملهاش رعب الابراج يعني مش عشان مواليب برج الاسد بس لا لا ان شاء الله حتى يبقوا مواليب برج ايفل تمام احنا كبشر بنوبة محتاجين نحس ان احنا مهمين عند حد محتاجين حد يحسس ان هو عايز يتطمن علينا ان احنا نهمه في حاجة ان احنا لو في خطر هلا ايه ده شباب بنات اي حد بيبقى محتاج ده فمش عقل بان انت تبقوا محتاجين ده ولو اللي بيشوفوني لو انت او انت زوجتك سوري زوجك برج الاسد او انت زوجتك برج الاسد وحتى لو هي لو طاقع ده غلط ايه المشكلة ان انت تحسسها بالحب وبالاهتمام وانت ايه المشكلة اخذي الفيديو ده رسالة يعني المهم ان انتو تبتدوا تاخدوا العلاقات دي بشكل ايجابي والكلام اللي في الفيديو بشكل ايجابي فا ايه المشكلة لو تبتدي تهتمي به لو هو برج الاسد هم محتاجين حتى اعطوا ايه دي طاقعات اعتب ليهم يا ستي حقيقة ولو اني انا هرجع اقول تاني كلنا بنبقى محتاجين ده كلنا فا ايه المشكلة لو انت تدائي بالاهتمام وانت تبدأ ليها بمناسبة انها برج الاسد وموضوع عن برج الاسد فا اديني وصلت رسالتي اتمنى ان اكون رسالة ايجابية تمام ربنا يا رب يهدي سر كل بيت ويكمل مرتبطين على خير خش بقى على الجانب العيلي محتمل تجمعات عائلية ولكن بنسبة ضعيفة نهاية الاسبوع يعني مش مكتوب اكتر من كده عايز اقول برضو ان العيلة تجمحة من الحاجات الكويسة وان انت لو شاركت في ده او قدرت ان انت تجمع العيلة دي من الحاجات اللي هتهون الصعب او هتفك اي ضغوط كمان يا رب كل عيلة تجمع على بهجة وسعادة وفرح ومحبة خش بقى على الجانب المالي تأثير الامور المالية بشكل طبيعي ولا يوجد ازمات يعني الامور المالية هتمشي الاسبوع ده بشكل طبيعي جدا وحتى لو فيه مصاريف هو مش مكتوب ان فيه مصاريف بس خلينا نقول حتى لو فيه مصاريف المفروض ان مش هيكون فيه ازمات ربنا يا رب يوسع من رزقوكو يديكو الحكمة في ادارة اموالكو وخلي بالكو من ارشقو كويس هش بقى على صحاب المشاريع صحاب المشاريع ناسف ده اللي مكتوب مش كلامي ارباح ضعيفة حابب برضه اقول له صحاب المشاريع لو الارباح ضعيفة كل واحد بيبعرف مشروعه فين ونقطة الضعف فين اللي من خلالها يقدر يحسنها اما لو هي حالة عابرة بسبب ركود فتأكد ان ده لو ركود ومشروعك اصلا يعني بيمشي او ده الموسم بتاعه انه يبقى فيه ركود فده طبيعي جدا الوقت وهيعدي وترجع الارباح تتحسن ربنا يا رب يوفق اصحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم الجانب التعليمي محتمل يكون اسبوع مجهد ولكن ايجابي جدا بص يعني ان اللي عايزك تعرف حاجة وتعرف حاجة الشباب والشابات ده اللي اسبوع ده مجهد فهو هيفيدك يعني انت لو تعبت في الدراسة اللي اسبوع ده اكيد اكيد كل حاجة ليها نتيجة وكل فعل رد فعل رد فعل التعب ده ايه ان انت هتلاقي نفسك تحسن لما تيجي تفتح المادة هتلاقي نفسك عارفها لو جيت تحل هتلاقي نفسك بتحل احسن من الاول ما انت خدتها جد واكتهدت او تعب فطبيعي ان انت زي اللي بيتمرن اللي بيتمرن كل ما بيتمرن اكتر ويتعف في التمرين كل ما مستوى سواء لعيب كرة بيتحسن او لعيب بوكس ايا كان في الرياضة كل ما بيتمرن كل ما مستوى بيحسن كذلك الدراسة كل ما انت بتجتهد وبتتعب وبتزاكر وبتطول فترة المذاكرة بتركيز مش مجرد ارية وخلاص هتلاقي نفسك اكيد اكيد بتتقدم وان شاء الله ان شاء الله التقدم ده كمان يعربك من نجاح والرب نجاح لكل الطلبة دي جاء توقع برج الاسد تاني اسبوع وانشهار مارس الفين ثلاثة عشرين لو عجبكم الكلام ده ما تنسوش دعمولي بلايك ده او مش مشترك او مشترك قالت تشتركوا عشان تشوفوا كل جديد من الفيديوات نوع انا كمان بعمل فيديوهات معلومات نعم اصيب لكم لينك الفيديوهات في الوصف في دسكريبشن تحت تاخدوا فكرة عن الفيديوهات شكرا ويليكو سلام